يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان حيث نجح في توزيع لحوم مجمدة بإحدى مراكز سهاجة وذلك ضمن حملة طرق الأبواب نستهدف توزيع لحوم في مبادرة أطلقتها الأرمان بداية شهر رمضان المبارك مبادرة طرق الأبواب نصل للأسر الأولى بالرعاية هنا ونهتم بتلك الشرائح نوزع موات غزائية للأسر الأولى بالرعاية داخل القرية النهاردة مستهدفين 500 أسرة داخل القرية القرية في غروب سهاج يغلب عليها الطبع الجبل والصحراوي لبعدها عن محافظة سهاج فنحن النهاردة اختبنا القرية ننزل نوزع فيها مواد غزائية لل500 أسرة بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة استهدفت الحملة 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة بإجمال طن لحوم فضلا عن توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على 6000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة سهاج ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان كل سنة وإنتوا طيبين وتعيش لكل سنة إن شاء الله ونشكر جمعية الأرمان مستهمين بنا وإحنا في الجبل فوق وكل سنة وإنتوا طيبين وتعيش لكل سنة إن شاء الله وإحنا مشكرين يا أمو كل سنة وهم طيبين وحنن عليهم ويرزقهم يا رب نشكر الأرمان على الشكوة التقدير على الله حمد جبهاننا كل عام وإنتوا بخير نشكر جمعية الأرمان على المجهود المبزول هنا في نجع العرب واحدة محلية قريجية في أماركس سهاج ونجح التحالف الوطني وأيضا في الوصول إلى المواطنين في قرى ونجوء سوهاج بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامل الاجتماعي بالمحافظة وبالتنصيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها الجهود التنفيذية والمجتمعية كافة